طبعا وجود سيادة الرئيس محمود عباس يعني هاي كمان رسالة انه هو يعني داعم للشباب الفلسطيني صحيح ودعم للفكرة فكرة منتدى الشباب يعني انه يحضر للمرة الثانية على التوالي هذا بشيء رسالة انه نحنا اصحاب سلام احنا يعني حتى الشباب اللي نحنا جايين احنا يعني احنا جايين برسالة سلام وحب ورئيسنا كمان اول اشي مصر هي ام الدنيا فيعني هي الحاضنة للدول العربية فهو مجرد انه فخامة الرئيس السيسي يدعو ابو مازن للمنتدى من السنة الاولى والسنة التانية هي احترام متقدير وتجديد عن موضوع انه فلسطين ومصر احنا ايدوحدة وفلسطين ومصر بلد واحد وبلدنا التاني فوجوده اصلا معنى يعني السنة الماضية هو حتى قابلنا وقعد مع الشباب الفلسطيني وحكى معاهم ايوة والسنة التانية اللي اصف احنا مصر لنصيد بنا نشوفها لشان الوقت كان الوقت ضي جدا بالنسبة له بس بالنسبة لنا احنا كشباب فلسطيني فخر يعني احنا هو موجود معنا ومؤيدنا وبقولنا كملوا وخليكم على نفس الخط ومؤيد اي خطوة او اي تجربة احنا مفكر نعملها في فلسطين وهذا اشي كتير مهم